هذا يسأل ويقولها قلت لزوجتي أنت طالق إذا ذهبت لهذا البلد مرة أخرى والآن أريد الرجوع عن هذا الحلف لأسباب العمل فما الحكم إذا كان الحلف معقوداً وما الحكم إذا كان بغرض التهدئة والتطمين هو إذا كان الحلف مراداً فأعرفه فيقع بالإجماء وإذا كان الحلف غير مراد فهذا محل خلاف بين أهل العلم فجمهور أهل العلم يرون أن الطلاق أن الحلف يقع به الطلاق سواء أكان مراداً به الطلاق أو غير مراداً به لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهذهن جد وبعض أهل العلم يقولون بأن الطلاق المبني على الحض أو المنع لا يقع وهذا في الواقع قول بعض أهل العلم وأنا لا أفتي بهذا القول وإنما أفتي بما عليه جمهور أهل العلم بأن الطلاق أو الحلف بالطلاق إذا وقع ما حلف عليه وقع الطلاق الله أعلم نعم بارك الله فيكم أيضاً لكن الشيء الذي ذا نقول الطلاق وما يتعلق ببسائله موكل إلى سماحة المفتي جميل فعلى الأحر الكريم إذا كان الطلاق مما هو واقع وليس مما هو يسأل عنه للفائدة فعليه أن يرجع إلى سماحة المفتي ليفتعه فقط والمفتي الذي يظهر وأعلم عنه أنه يقول بأن الطلاق بأن الطلاق في الحيب أو الطلاق في الثلاثة أو الطلاق في طهل جامعة لا يقع لا يقع